لا يبدل الريف الفلسطيني عادته بثوبها المطرز في ساحة منزلها ببلدة ديرلغسون شمالة الكرم تبدأ الحاج أم خالد موسم قطف الزيتون بالأكلة الشعبية لمسخن المرتبطة بعملية استخراج الزيت من ثماره للمسخن تقوص شعبية تقليدية تنطلق مع رغيف الطابون المغمس بالزيت الذي بدوره يستعد لأن يتحول للوحة فنية من التوابل والإضافات التي تكسبه مذاقا لذيذا ومنظرا خلابا هذه أكل شعبي أكل وطني يعني لكل الناس مليحة يعني الملوك بوكلوها أنا أفتر لك أنه زمان يعني بكوا على زمان اللي يعملوا بيرت نبع عنا شو تلك هل نسوين رايحات عنده بير النبع مشان يعملين مسخن يعني سندوا شحنيات يأخذوا على البير ويأكلوا هناك عباب البير للمسخن طريقة تقديم تقليدية واحدا تلو الآخر تتشكل أرعفة المسخن المغمسة بالزيت فوق بعضها إذ يعد هذا الطبق أساسيا لأولئك الذين يرتبطون بطراثهم سيما إذا ما أعدته الجدات والأمهات أكل شعبي طبعا فلسطينية وعلى الموسم إحنا موسم الزيت والزيتون من نعملها لازم لمدة الحبايب والقرايب فيها متعبيه بس طبعا زاكي وجرت العادة في الريف الفلسطيني على اختتام موسم قطف الزيتون بهذا الطبق الشهي الذي يرى فيه المزارع محطة انتظار لموسم قطف آخر خلال العام القادم رغم أن الراغبين بتناول الأكلة الشعبية اللي مسخن يدركون بأنها ثقيلة على البطون لكثرة الزيت فيها إلا أنهم يشعرون بالمتعة فهي وجه مشرق للريف الفلسطيني وضرة تاجي قائمة الطعام الشعبي خالد بدير قلات الغد من بلدة دير لخصون شمالة الكرم فلسطين شكرا للمشاهدة